السلامة على الإنترنت مرحبا اليوم مثل ما صرنا نعرف أنه عالم التكنولوجيا عم يقوى كل يوم عن يوم وكل يوم أكتر من يوم وكمان أجهزة الكمبيوتر أو التلفونات الزكية وكتير إشياء غيرة ونحن من مضي أغلب أوقات فراغنا بالنهار عم نستخدم أجهزة الكمبيوتر وبدل الألعاب يلي كانوا أهلنا يلعبوها بين بعضهم بالصحات أو بالملعب أو بالحديقة صرنا كلنا قاعدين على كرسي ومنفضل لعبتنا الإلكترونية بس مثل ما منعرف الكمبيوتر ممكن يكون كتير مئزلة لنا بس كمان ممكن يكون كتير مفيد قبل ما نفوت على أي موقع أو لعبة نتذكر نسأل أهلنا إذا ممكن نفوت على هالموقع وإذا هالموقع آمن وغير مضر لألنا ولعمرنا ليش عاملكون هالشي؟ لأنه إذا كان عمركم بين ستة وتسعة سنين يعني أنتوا بعمر كتير بتحبوا تتعلموا بسرعة وأكيد بهالعمر كمان بتكونوا صرتوا تعرفوا تستعملوا الفارة أو الماوس بالكمبيوتر لهيك هالأمر بيخليكم تحبوا الإنترنت أو أي أداة تكنولوجية حديثة أو جديدة بس بهالعمر كمان ما بيكون عنا بعد القدرة على التمييز إذا هالموقع أو هاللعبة أو هالموضوع بيشكل خطر علينا أو لأ لهيك نحنا لازم نطلب من أهلنا أنه يحطوا قوانين لحتى نتبعه ويشرفوا علينا ويرشدونا قدام أي استعمال للكمبيوتر ومهم كتير كمان يكون في عنا وقت محدد لأستخدام الكمبيوتر لأنه مش بس الخطر بيكون من البرامج والمواقع كمان الجلوس لوقت طويل قدام الشاشة ممكن يؤدي لمشاكل كتيرة إن كان بنظرنا أو حتى ممكن نصاب بالسمنة لقلة الحركة هيدا عدا عن المشاكل النفسية مثل عدم التعاطي مع المجتمع أو الإنزواء ما مننسى كمان مواقع التواصل الاجتماعي يلي كتير سهل الدخول لأله ولكن هل كل مواقع التواصل مناسبة لأعمارنا؟ أكيد لا خاصة أنه على الطرف الثاني من الكمبيوتر في شخص نحنا ما منعرفه شخصيا منعرفه بس من خلال الكتابة أو صورة يمكن نكون صحيحة ويمكن لا لهيك في كتير من مواقع التواصل من عملة خاصة للولاد غنية بالصور والألوان والمواد المفيدة والمسلية ولكن كمان أبذكركم إنه هيدا ما بيعني إنه أهلنا كمان ما يطلعوا على هالمواقع بيبقى بالآخر أذكركم إنه كل شي بالحياة ممكن يكون مفيد وبالوقت ذاته ممكن يكون مؤزة لألنا وكمان خلينا نتذكر كيف أهلنا كانوا يمضوا أوقات فراغهم بالألعاب الشعبية يلي كانوا يلعبوها هن وصغار وصدقوني إذا طلبتوا منهم إنه يعلموكم ياها ويلعبوا معكم رح يكونوا كتير مبسوطين وبالتالي رح بتكون نوعية حياتكم أفضل من الجلوس كل النهار قدم شاشة كمبيوتر صرتوا تعرفوا إنه الكمبيوتر منه ما كان آمن مية بالمية نسأل أهلنا لأنه نبيعرفه وبالمعرفة حماية إلى اللقاء